السلام عليكم معركة كسر العظم بين طرفي الانقلاب تحولت العاصمة صنعاء إلى حساحة حرب مفتوحة ولكن بين طرفي الانقلاب وفق خارطة المعارك تبدو المساحة وسط وجنوب العاصمة مشتعلة بالمواجهات وتحديدا في منطقة السبعين وحدى بتفرعاتها مرورا بشارع الجزائر وكذلك شارع صخر وحتى شارع صفر إلى منطقة الستين جنوبا والنهدين وكذلك باب اليمن وهي مناطق نفوذ بالنسبة للمخلوع صالح وميليشياته تفيد الأخبار الواردة أيضا أن المعارك امتدت إلى ذهبان وجدر وكذلك أطراف الحصبة وتحديدا شارع مازدا حيث مبنى اللجنة الدائمة لحزب المخلوع صالح وكذا منطقة السيانة وإن بشكل محدود بهذا الامتداد تبدو المعارك غير قريبة من منطقة الجراف حيث تقبع قيادات ميليشي الحوثي وعمقها المقفل أمنيا وعسكريا عليها من حيث السيطرة حتى الآن لا تبدو الخارطة واضحة كثيرا لكن ميليشي الحوثي تقول إنها استعادت السيطرة على معظم المواقع والمعسكرات التي كانت ميليشي المخلوع صالح قد سيطرت عليها خلال اليومين الماضيين عمليا تبدو العاصمة الصنعاء تحت سيطرة ميليشي الحوثي منذ سقوطها في العام 2014 ومن حيث مناطق النفوذ بين طرفين الانقلاب تبدو خريطة العاصمة الصنعاء على النحو التالي نبدأ من المدخل الشمالي فلم يعد هذا المدخل ورقة رهان بالنسبة للمخلوع بعد أن بات النفوذ الحوثي فيه أقوى باستثناء بعض القبائل التي يراهن عليها المخلوع كقبيلة همدان وفي المدخل الغربي حيث قبائل بني مطر التي تدين بحسب مراقبين بالولاء شبه الكامل لميليشي الحوثي باستثناء بعض الشخصيات والمشائخ الموالين للمخلوع صالح أما المدخل الجنوبي للعاصمة فيقع تحت سيطرة ميليشي الحوثي بشكل كامل بيد أن نقاط القوة هنا التي يمتلكها المخلوع هي النفوذ القبلي وتحديدا مناطق بلاد الروس وغيرها أما المدخل الشرقي والذي يعتبره المخلوع صالح طوق نجاه باعتبار كثير من القبائل تدين بالولاء الكامل للمخلوع صالح وهي منطقة سنحان مسقط رأسه إضافة إلى جزء من قبائل خولان يمكن القطع أن ما يجري في صنعاء هو انقلاب في المعادلة السياسية التي سادت الأشهر الماضية لكن أسئلة كثيرة تدور حول مآلات المعركة الدائرة بين حلافاء انقلاب خاصة بعد التصعيد الإعلامي والعسكري الكبيرين فهل هي معركة تصفي بين شركاء الانقلاب هذه المرة أم أنها محاولة مكشوفة لإعادة تصميم واجهة الانقلاب على نحو يفضي إلى شكل جديد من التحالفات السياسية